عقد من الزمن تبنت فيه الصين نهجاً تطويرياً عقد من حكم الرئيس شي جيم بينك عمل فيه على صقل ند للغرب دفع متنام لعجلة الاقتصاد الصيني الذي بات الثاني أكبر اقتصادات العالم إعادة هيكلة للقوة العسكرية وتطوير ترسانة نووية لا يستهان بها باعتراف البنتاجون وبدليل الاتفاقيات العسكرية التي تجمع دول المحيط الهادئ مع قوى الغرب ولاية ثالثة يعتقد أنها تنتظر الرئيس شي جيم بينك في مارس القادم يعقد قبله في أكتوبر الجاري مؤتمر الحزب الشوعي الحاكم الوضع لن يكون سلساً وممتداً لجهود عقد من التطوير فالخريطة السياسية والعسكرية تغيرت على مستوى العالم الجزيرة الصغيرة المدعومة من الغرب ما تزال فتلا أزمة قابلاً للاشتعال في أي لحظة ما يدفع لحرب بين القوى الغربية بقيادة أمريكا والصين الحزب الشوعي تحدث عنها في المؤتمر قائلاً إن استخدام القوة لاستعادة تايوان وارد جداً لكن الأولوية للحل السلمي لم تكن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أحسن أحوالها ومع تسلم بايدن الرئاسة وضع النصب عينيه الصين وبدأ يتحرك في تحالفات ضدها في المحيط الهادئ وبدأ حرباً للتقليل من تنافسية الصين في الأسواق العالمية وهذا سيكون أبرز تحديات الرئيس في ولايته الثالثة المواجهة المحتملة بين قوتين عظميين يراها جيمبينغ أمراً مرجحاً ومع تزايد التصعيد في أوكرانيا بسبب روسيا تجد الصين نفسها قريبة من موسكو لكنها لا تأخذ مواقف الصدامية مع الغرب سيبقى فيروس كورونا الذي ظهر في الصين تحدياً كبيراً حيث تضررت البلاد كثيراً وما تزال بسبب الإغلاقات الطويلة التي تتم بشكل قمعي مؤثرة على الاقتصاد إضافة لتضرر سمعة الصين دولياً باتهامها بأنها تأخرت بإبلاغ العالم عن الفيروس ولم تشرح مصدره بعد إيفا عمر العربية